اشتركوا في القناة اخر مرة تمدي يديك على حاجتي حاضر انا اصف باش حاضي لها حاضر صور جوابات الملوكة اللي انتبعتلي على الواتساب دي فيها بلاوي انت صورتها ازاي مش مهم صورتها ازاي المهم فيها ايه فيها خمس حسابات كلهم باسم زي كشف ايديها وصعب اللي حصلت اخر شهر ورصيت كل حساب انت متأكد ان كل حسابات دي باسمه ايوة يعني مفيش ولا حساب باسم جمال السكري او ابو العز او حصول الحوم لا غريبة ولا غريبة ولا عاجل بس انت عندك حب الحسابات دي كلها لحسابهم هم فتحنا باسم سالم علشان ما حدش يعرفي وصلوهم عشان كده فتح كزا حسابنا بالزبط وهم اضمنوا منين انهم مضربش على الفلوس وقلوهم مركوش عندي حاج اكيد فيه ورقة ضد بس انا مش عارفة متشالة فيين مساء الفل يا باش مساء الفل يا بسيد زكا فان اهلا وساء اتفضل مدام ريهان بعطت لسيادتك الظرف ده باش اه يا كايت قالتلي بس انا ما فهمتش ليه فاكر صاحبتي اللي انا كلمتك عليها انا لأسف مش حقدر اقولك اسمها ايه دلوقتي علشان هي مرات وحد صاحبكم محل فاني محدش يعرف هي مين هي شك ان جوزها تجوز عليها وعايزة تعرف لو كان كاتب وصية وشايلها عندك او كان ليه حسابات برة ومخبي عليها وديتني نص مليون جنيه انا بعتلك شيك بيهم مع سيد من حسابي لو قبلت تاخد الشيك يبقى هقولك هي مين بس هيبقى سر بنا وليك شيك تاني بنص مليون لو رجعتني الظرف زي ما هو مع سيد يبقى ولا كأن حاجة حصلت الشيك اجل بعد اسبوع علما الفلوس اللي خدتها منها تخش في حسابي يا ريت سالم ما يعرفش حاجة عشان مش عايزة بتهايتخرق تشرب حاجة بسيد لا انا كنا تماما باش ايوة ماتر انا سلمت الشيك ما سيد قال شوعتين عرف هي مين طب لما تصرف الشيك الابر ما لو قلتلك انا سلمت الشيك خلاص اصلاح محل فيني طب لو قلتلك هي مين بتقول ليه اه او لا مهجة صح؟ انا كنت متأكد انها مهجة غيورة بتموتها بالعز عموما انا بحترم عدم رجلك وانا جاهز وفي انتظار تاريخ الشيك بس ارجوكي بقى باللغي مدام مهجة ان انا مش هجاوب غير بقاه او لا طبعا ده اسرار الموكلين وانا بعمل ده بقى علشان خطرك وعلشان هي امراض صاحبنا اه طبعا مفهوم يا ابو العز مش حينفع كده انت طلبت الفلوس لمدة اسبوع دلوقتي فات كتير انا النهاردة استلمت الكشوف حسابات البنوك ومفروض ابعت لهم نسخة منها مش حالقوا اي ادعاة الشهر اللي فات اقول لهم ايه الله طب ومين بس يا باشا اللي هيقول لهم ان كشف الحساب واصل يعني ايه ما حصلش ادعاة هيحصل ادعاة ازاي والفلوس ما سافرتش اساسا يعني ايه انا رجالتي فضلوا وقفين لحد لما شافوا الياختي بيتحرك معه اتحرك فعلا بس لف حواليه اللي قد لحد ما جيه بقى صاحب النصيب وشال الجمل بمحاك واتفسر يا ريالباد ما جيب اجلك عايز تجيب اجل اللي جاي وعايك ويحذرك وتمد في اجل اللي بيقلبك ويستقردك معايا طب ساعد تتكلموا اسأله فين جوابات البنوك بتاعت شهر دو لسه ما وصلتش مش بعادة يعني هكلمهم بكرا افهم ايه الحكاية مش يا سالم وانت جبت جوابات البنوك دي ازاي مش فهم انا كلكو عايزين تعرف انا جيبت الجوابات ازاي واكن المشكلة ان انا جيبت الجوابات ازاي مش ان انتو بتتقلبوا بس متقولش بتتقلبوا وانا ايه اللي خليني اثق فيك لو طلعت خاين او زي سالم ساعدتك دي ايه تطلقى في دماغي واتقى في اي جبل او بحر مش خايف اكشفك لسالم والله سيادتك انا شخصيا مش هافلق كتير مع الدنيا ولا مع الورس ابتوعي لكن سيادتك ربينا اديك الصحة والعمر الورس ابتوعك بعد عمرين مش عمر واحد ما اعتقدش ان هم هيسامحوك لو عرفوا انه في يوم من الايام جالك حد عشان ينجيك من الخاية اللي كنت داخل عليها ومعلي كدت له ضارك اه على فكرة انا لما كنت بقول لي استقردوك ما كنتش بقول اي كلام وخلاص كنت قصدها ابقى بالك لمدام ما يا حبيبتي القلب اللي رفضت سيادتك بس متقولش رفضتك صح مش هقول رفضتك هقول اتجاوزة سالم الجرحي ايه انا ما قلتش رفضتك اهو حتى لو وفقت لازم نأجل اي حاج لغاية مااخد اللي يسبت حقي من عند سالم قصدك دي مش كده ورقة الضد اللي انتو عاملينها عشان تضمنوا بيه حقوقوا عند سالم الجرحي وسايبينها عند ابو يزيد المحامل اذن يا بابا هواي يarness على اذاcussions ثم واحد keeping اشترك معه في الجريمة او اتخذ معه الجريمة؟ هو عمل ايه؟ اشتركوا في القناة 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 لا اشتركوا في القناة 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 إيه؟ رجالة مني دولة اللي ثبتوك يا رحمة؟ لا، ده أنا رجعلكم ده ماين عليها رقصة نكسر ايه الأخبار؟ وصلوا؟ لسه موصلوش يا معلم زمانهم جايين في الطريق الدنيا زحمة وساعة خروج مدارس وصلهم يا معلم رجالة جاهزة؟ جاهزين توكلنا على الله خليهم يجيبوا الفلوس معاهم الفلوس يا معلم مش لما نتأكد من البضاعة الأول يا ابنوا احنا أول مرة نشتغل مع الناس دي ده البشك كبير أما ما لهم ثلاثمين كده يا معلم جايز قلقانين من العافرة محمد الله على السلام يا معلم أبو الهز بيه؟ حبيبي ألا 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 أو قل لي رجالتك ما حال تشارفو حل السلاح بتاعه اللي حارفو حل السلاح بتاعه مش شارح هيئر الفتح على المعلم اللي ده أنا عايزهم يقر dictionーフات Sport عين ذلك كل 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 و hoc سنوز. والسلاح يا ابني قل باقه؟ الله هذا أنه أنه أن يسلم الفلوس من الزكات والبدع ما فيش بدع إيه ما ما فيش فلوس، نسيت أجيب الفلوس لا كده افتكرت فكرتاني هياة الفلوس يلا رجالة ما قلت ليش بقى أنتو لا تابع القرش ولا تابع البشاك كبير تابع مين بقى يا كباتن؟ يلا رجالة عرفت ملسّمين لي يا ابن الغبية؟ موسيقى يا ربنا بس حاجة زي دي محتاجة مكان أمان وتجهيزات جاندة قوي عشان تعدي على خير يا برعي قول يا رب الباشا المراد منظّر على منطقة ما تخطرش على بال الجن زك نفسه مش هتصدّق لو قلت لك هي فيها buen؟ اشتركوا في الصفح اشتركوا في الشمال لم يوقع لقد ق ivory تالت للد Line أشتركوا في الذين يشبهم وما يموت الكتب أشتركوا في القرح نقطة اشتركوا في خلق بزرات موسيقى اتأخرتوا كده لي يا رجالة ده الجيم قرى بيخلق نعم يا اخوة انت انبالبعوا جاي تعملوا معاليا يا باشا ده انا انبالبع البر كله بعيد عدم عليك ده انا من ساعة ما حصلت الحكاية دي وانا فران عمالة تجري في دماغي مش عارف اقوب ولا نام ده انا قلاص قلب يوف يا باشا وزي ما بقولك كده وشرف ساعتك الفلوس اتاخدت مننا الكلام ده تروح تقوله لحد تاني الفلوس دي انت واخدها وكاتب بيها شكات وانا هاخد فلوسي على دائر المالين ومن فلوسك اللي برا وده اردمين ده خرب بيوت ده انا كده هبقى على الحميد المجيد تبقى عبد الحميد تبقى على عبد المجيد دي مش مشكلتي دي مشكلتك انت تروح تحلىها مع نفسك انا مش قد السكري ولا حسونة دي ناس بتوعبد القرش وانا المسؤول قدامهم وزي ما خدت الفلوسي منك انا اللي حتخرب بيتي طب من اشرح لهم الواضع يمكن يقدروا وما يبقىش فيه خرب بيوت احنا هنضحك على بعض احنا في زمن محدش فيه بيقدر التاني وبعدين انا قلتلك من الاول وحزرتك عملتلي فيها سبع الليل اشرب اخوة اشرب ايه سلم بيه مش يا بولعز اللي اشرب الحاجات دي دي فلوسي ومسألة وقت بس وانا عارف اجيبها ازاي ولا قتل فلوسي منك لهم يا بولعز انا لا حضحي باسمي ولا سمعتي ولا برأس مالي عسان واحد معرفش يحمي فلوسه سايد مظهرش لغاية دلوقتي تقلبولي علي الدنيا شوفولي راح فهاني دا يا دا بصلنا يا معلم ضد المعلمود السلام عليكم للجال انتفضل يا معلم انتفضل يا معلم انتفضل يا معلم انتفضل يا معلم يا ميت خطوة عزيزة يا سيد المعلمين البداع جاهزة قوام كده يا معلم من غير ما تاخد وكبك اشوف البداع الاول اشوف فلوسك الاول استنى بس يا معلم راح فين اللي معرفك اجهالك يا سيد المعلمين وانا كمان اجهال كنتو الاثنين وكمان مش مصدق ان انتو عندكوا بداع من الاصل ولا احنا مصدقين يا معلم هاااا.. هااااا ماشى يا سيد المعلمين اشوفك يا اشوف جاهزة اشوفك السوق اشوفه يقمى يا معلم أنا أخولي شمم المعلم بنفسه البطاعة تفضل يا معلم أصلي أنتو مين بالزبط؟ إحنا رجالة المعلم سيد بشرية بشرية؟ ومين سيد بشرية ده؟ منور يا معلم قوطة إيه ده؟ هو سمعنا ولا إيه؟ وشايفنا كمان يا معلم تكنولوجيا إحنا محترفين مش أماطور ودي البداية ورينا بقى فلوسك قبل النهاية ماشي قاتل فلوس يا رجالة مبروك عليك وعلينا يا معلم غور يا معلم الله ما انت عايش اهو حين ترزق ليه حد كان قلك ان يموت ما وده المبارن الوحيد اللي يخليك ما تردش على تليفوناتي ولا انت ما بقيتش تردجر على بولعزي وبس كفائك قرع حسونا كفائه الهم اللي احنا فيه وإيه حكايتك انت راخر كل يومين نطقت على هنا من ورانا ما لك عم حسونا داخل فتح درعتك علينا كده ليه اسمع رد سالم الاول رد عليك هو انت قلت حاجة ما بتردش على تليفوناتي ليه عندي مشاكل بحلا مشاكل مع ميه مع عرستك الجديدة مها فارغالي اللي كانت حتبقى عرستي عموما الف مبروح ومن قلبي والله اصلا انا سمعت ان سمعتها بطالة وبيني وبينك انا مليش في المستعمل اموت في الزير حتسأل ابو العز اشعار اي داع البنك فين المدان خد بالك من كلامك يا سالم انت كده بتهني وانا مسمح لكش بحينك بقى تجدبي علي وتعايشين في وهم المدقة دي كلها وتخلييني افخد السكة في اعرب الناس ليا وتخلييني اتجوزك عشان اهرب من مصير المزعوم اللي انت وهمتيني بيه وعزاني يا بهادي ابا كهول ايه التخريف اللي انت بتقوله ده انا عمري ما خدعتك عمري ما جدبت عليك وانت اكتر واحدة عارف كده عارف عارف ايه عارف ان ورسك كان نحس علي من يوم بسمعت كلامك ومشيت ورائك بنتي كانت حتت سجن وفلوسي اللي خدتها من سكري وحسونة بقت في علم الغيب واسمي وصمعتي اللي كنت ببنيهم طول عمري بقوا مهددين قدام الناس اللي بيها سخفية وانت مصممة انك تجدبي عليا وتخدعيني كفاية بقى يا سالم كفاية قوي حمدي كده ايوة كفاية اماما فعلا كفاية مش مستعدة ان ابقى مصخرة قدام السل اللي انا بستغل فيه وعمل يا سابك اذا ما وصلتيش لحل اعتب لنفسك طالع وحياتي بقى انا هدفي عنها بأيدي واسناني ودلوقت على بركة الله هنفتح المزاد على القطعة 543 مساحة الارض ديت بالزبط 124.098 متر اللجنة اضطلت الارض دي بواحد وعشرين مليون واحد وعشرين مليون جنيه ودلوقت هنفتح المزاد واحد وعشرين مليون جنيه اتنين وعشرين مليون اتنين وعشرين مليون جنيه اتنين وعشرين مليون جنيه اتنين وعشرين مليون جنيه اربعة وعشرين مليون جنيه اربعة وعشرين مليون جنيه اربعة وعشرين مليون جنيه مين هنفتح المزاد اربعة وعشرين مليون ونفتح المزاد اربعة وعشرين مليون ونفتح المزاد اربعة وعشرين مليون ونفتح المزاد خمسة وعشرين مليون من سيزود؟ 27 مليون جنيه 27 مليون جنيه سننبه 27 مليون جنيه سبا ومائة وخمسين ألف سبا وعشرين مليون سننبه 29 مليون سننبه 30 مليون 30 مليون فتح بي 30 مليون فتح بي 32 ص RX 35 مليون 36 مليون 38 مليون 38 مليون وربع 39 مليون 39 مليون جنيه سنبهشة 39 مليون جنيه سنبهشة يلا يا جماعة 45 مليون جنيه 45 مليون جنيه 45 مليون جنيه باسم مين سيد بيه ابو الليف سيد بيه ابو الليف خمسة واربعين مليون جنيه ابو الليف باشا خمسة واربعين مليون جنيه سبعة واربعين مليون سيد بيه سبعة واربعين مليون جنيه خمسين مليون خمسين مليون سيد باشا ابو الليف خمسين مليون سيد باشا ابو الليف مش مصدق لبي يا حسين بابا من فضلك يا الله بيني من هم مش حسبها 52 مليون سيدي بي 55 مليون 60 مليون جنيه 65 مليون بابا 67 مليون 70 مليون بابا من فضلك حنشوف اي ارض في اي حتي ده 75 مليون 80 مليون جنيه بابا ارجوك أنا أعونا أنا أدوي أنا تريه مبروك يا سيد باشا مبروك يا سيد حرفنا مبروك يا سيد بداية موفقة في معادك مظبوط أنا قدر أتأخر على ساعتك يا باشا ندخل في الموضوع حكما أنا ما بكرهش إرحاكتين في حياتي اللف والدوران والغباوة في أنك تراين على فرص خسران سيد سيد ما له سيد ساعتك في نظرك كده يعني يسوى كم على حسب اللي هشتري يا باشا حقمن لك مستقبلك ومستقبل ولادك اتنين مليون جنيه مليون دلوقتي ومليون لما تجيب لي جدته بس اعمل حسابك لو غدرت بيا هوسع الحفرة اللي حتدفل فيها صاحبك او تونسوا بعض فيها حفرة مش هتسعنا احنا الاتنين يا باشا عايز جدته فينا يا باشا اي مكان يليق بسايد بشرية المهم تقولي على ساعة التنفيذ عشان اوفر دليل براءة اكيد بعد حركة المزاد حيتهموني فيه مكرا ساعة تمانية بالليلة يا باشا هطير علي الفتحة يا باشا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المخدوب عليهم ولا الضالين آمين ما بناش خمرة بقى وإحنا بنقرى قرآن انت عايزي مش أنا اللي عايز انت اللي عايز حسب ما أرنود فهمنا ولا يكونش الود خاينه بيلعب بديله بس صعب يبقى خاين بالدليل إن أنا قدامك أهو بقى يا راجل عايز تدفع فيها اتنين مليون تعرف أرنود بيطلع معاه لتنين مليون دول في قدية؟ فيقل من سنة حاكم أنا سخي قوي مع رجلتي ما طلعتش غشيم زي كوكلة الوحدي اشتريتهم في نفس اليوم اللي انت بيعتهم فيها سالم سالم خير انت عايز ننعم عليك بالبهاوية وانت عايز تقتلني انت عايز تقتلني لا سالم قبل ما تقتلني انت أصل الأرض بس عناش احنا الاتنين صح كتير عن ناس اتنين أوساخ زينا ولو إن وساختي ما تقرنش بوساختك خالص أنا عربيت تخيل حتى الوساخة فيها علي واطي بس الحق يتقال برضو عشان ما اهدمش حقك انت علمتني اللي أبوية معلمه ليش انت أبوية الروح في الوساخة سالم زي ما انت أبو سماح البنت اللي كنت عايز تزنقها وتتحرش بيها هنا تبقى بنتك جدا ها 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 انتو متخرف بنتوليه أنا ما BBC أنا بس بوريك وساختك هتهتوفديك لحد فين سمحت بقى بنت نجات شغالة غالبتانة اللي اتحكت عليها زمان كلفت عجم عشان يخلص منها عجم يبقى عاصacing اوامرك وما خلص Nash عارف ليه عشان في مجان ماه يتحقق اهو كده سماح تعتبر من صلبك اي نعم هي مش هتخلص عليك بنفسها بس هي هتشهد ان انا كنت معاها ساعة ما انت انضربت بالنار وانت الحمد لله مأثرتش في حاكم ميت نجس بخمرتك بشير 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 مش هاسمع سماح عاملة حفلة تحت معلال مزيج على اخر طب وانت هتستفيد اي بقى لما تقتلني يا راجل مش انا بس لها استفيد ده ماصر كلها هتستفيد هتستفيد ان الوزخين قال له واحد ده سلمان بقى كان عنده حق انه يخونك تصدق وتأمن بالله انا اول ما جيت هنا كان كل هم لقم ومطرح تاويني بس على ايدك يا بابا المطرح بقى قصرك ده واللقمة بقى تلف بقك انت عدد عمرك فاضله ثواني ويقفى سالم نفسك فيه قبل ما تموت اشوف يا ابني اسقط مش متلعش ابنك هم اللي ابن مين بقى لا مخك ميروحش شمال الحكاية كلها ان هي بدلت البنت بولد انت خلفت بنت يا سالم مش ولد وعشان ربنا كان بيحبها مرضيش ان هي تتربى قتيمة او تقش بعار انك ابوها فاخدها عنده يا خسارة حتى الامنية الوحيدة اللي انت تمنيتها مش هتتحقق دي نواية بقى تدفع كم واسيبك تهيش ايه اللي انت عايزه تعرف انا عايزك تهيش ليه مش مهم المهم ان يعيش انا عايزك تهيش عشان تحس بتعم انه وجيه مش ابنك وان بنتك من ريهان ماتت وان بنتك اللي من صلبك وانت هتتحرش بيها والنساية بشرية هو صاحب الفضل انك عايش انا عايزك تهيش عشان تتزلي اسالم زي ما زليت ناس كتير موافق وانا كمان موافق هتسابني عايش هسيبك تتزلي هشي الاول طلقه عشان عصوي ايا راجل دا انا فاكر قدت متأكد انك واسخين طاعت اخر فرصه ربنا أدهلك عشان تهيش يا سالك أنا مش عايش عمري كله مستني طلق في ظهري منك وأنت فكررت من واحد في الدوازل يا رجل خدت أنا عايسو صمتك على مصنصك بسيدي باقي علي أقوليك علي أكتب لك جاب انت حار بخط خير الناس تترحم عليك فتلمكت هتف عليك اشتركوا في القناة 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 قلبك قوي؟ ان شاء الله اشتركوا في القناة حسنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يا إيه. هيدا سني أنت أمسيبي. أمسيبيك ديرك بيري. ترجمة نانسي قنقر 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 تكلموني دي روحتي من القرية قالوا لي ما دا مرهام مراتك كارت هتخدف من عشاط هي وفرحات الصغية أيها سيد أنا خرجت شوية بقى عشان ما أفخرجت الهواء أيها سيد طرمية وشمس وليوت أنت طميني عليك عامل إيد الواج إيه الأخبار؟ هل أنت؟ طبقا فرد الأمن اللأ أنقز المدام وبمساعدتك فرد الأمن اللأ أنقز المدام وبمساعدتك زي مساعدتك أمرت اسمك يب اسمك يب أحمد 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 عدوية